الحكومة الموريتانية تقرر إعادة فتح معهد ورش ومالك بن أنس للقرآن الكريم في مدينتي النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقي والعيون عاصمة ولاية الحوض الغربي وتبقي حتى اللحظة على إغلاق معهد ورش بمقاطعتي جيغاني وكوباني ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من إغلاق الحكومة عشرات المحاضر والمعاهد في بعض مدن الداخل قرار قال الوزير الأول يحيو الحدمين خلال مثوله أمام نواب الجمعية الوطنية إنه يهدف إلى تنظيم قطاع المحاضر في موريتانيا وإن المحاضر والمعاهد المغلقة ليست مرخصة السلطات المعنية المكلفة بهذا القطاع قامت بإياك أنها تنظموا وخرصت جميع المعاهد اللي عادوا عندهم طابع أعلنهم عادوا مؤسسات واللي منهم تخرص اللي منهم عنده ترخيص وذول اللي انجبر عندهم ترخيص يتابعوا حملهم وذول اللي منهم ما انجبر عنده ترخيص وعلق منظرك ومنه يعدل الإجراءات اللازمة إياك أنه يحصل لذلك ترخيص تصريح سبقه وإصدار معهد ورش للقرآن الكريم بيانا يوضح فيه ترخيصه ويحيل على بعض مواد نظامه الأساسي التي تتيح له فتح فروع في أي نقطة من موريتانيا وقد أثار إغلاق المحاضر جدلا واسعا في موريتانيا حيث دانت أحزام سياسية وفقهاء وأئمة وشيوخ قرار الإغلاق واعتبر المبررات المقدمة بشأنه غير مقنعة فهذا أعظم ظلم أن تحارب كتاب الله وأن تحارب أهله وأن تغلق مؤسساته أو أن تضايقها بحجتي أنها لم تنل ترخيص فكلك ومن معك وأكلك وشرابك وسيارتك وجندك كلكم خلق ضعيف لا يملك لنفسه حولا ولا طولا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وهذا كلام الله الذي قال عنه ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى بل لله الأمر جميعا وقد تراجعت سلطات الموريتانية عن قرار الإغلاق على مستوى المحاضر بالداخل الموريتاني وعادت الدراسة فيها بشكل طبيعي لكن بعض التساؤلات ظلت مطروحة بشأن الأسباب الكامنة وراء إغلاقها ترجمة نانسي قنقر